موسيقى بالضبط في شهر شتنبر من الف وتسعمائة وثمانين من خلال اطلاق محطة ميديان محطة اذاعة البحر العبيد المتوسطة الدولية بطنجة التي سرعان ما استقطمت ملايين المتابعين في شمال افريقيا خاصة في المغرب وفي الجزائر يعني غير خافض ان ميديان شكلت وقتها ثورات الحقيقية في المشهد الاعلامي المغاربي يعني بطريقتها المتميزة في اختيار واعداد وتقديم النشاط اخبارية المباشرة بداية من الخامس صباحا الى حدود منتصف الليل بل ان الاذعة اشتغلت بدون توقف على مدار الساعة خلال حرب الخليج مثلا وكانت السباقة في تغطية مجموعة من الاحداث الدولية نذكر منها مثلا حرب الخليج الاولى وكذلك مقتل رغبان تبحي في الجزائر حيث كانت ميديان انذاك الوسيلة الاعلامية الوحيدة التي حصلت على شهادة حصرية فضلا عن تغطية اخرى منها تغطية وفاة المالكة راحل الحسن الثاني واخبار اخرى بيركزاتا من قوته ومن صرامته ايضا انه راهن بشكل كبير على العنصر البشري المغربي والمغاربي وتميز عمله بالانضباط والدقة حيث كان يتابع بنفسه كل تفاصيل العمل الاخباري بالقناة وانا كنت واحد من الصحفيين الذين اشتغلوا الى جانبه منذ 1992 الى غاية 2008 تعلمت منه يعني الانضباط في العمل والمهنية والجدية ومواكبة الاخبار بنوع من الصرامة وبالمواكبة المهنية الحاتثة رحم الله كازلتا وسيبقى خالدا في عقول وفي اذهان كل من اشتغلوا معه هنا في اذاعة ميديان او في قناة ميديان ساطئنا لله وإنا إليه رجعون